الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو في بث حي ومباشر باسل عطوى أبو سيام من رهط والمحامية شفاء أبو حسين من باقة الغربية التي ترافق عددا من الطلاب في سبيل الحصول على تأشيرة أو ترخيص لتقديمهم إلى الامتحان أهلا ومرحبا بكم باسل والمحامية شفاء أبو حسين قبل ما أسمع منك المحامية شفاء أبو حسين عن الملفات التي تتابعيها مع عدد من الطلاب بدي أسمع من باسل أبو سيام أنت من رهط وين درست التمريد؟ أنا درست في جامعة عمان الأهلية في الأردن اتخرجت قريباً قبل عشر شهور قدمنا الوراق والشهادات قبل ما تقدمت الوراق والشهادات كدش استمر تعليمك الجامعي في المملكة الأردنية أربع سنين أربع سنين وهذا التعليم بشمل تعليم نظري وعملي مضبوط شرحنا عن التعليمك كيف تجربتك التعليم في الأردن؟ أنا موضوع كثير اخترته من الأول كثير مورد سيفي راضي عنه راضي عني كثير جداً يعني قبل ما قامش كان عندي هدف أني رح أكون ممرض قانوني ورسمت العشر سنين لقدامش وراح أكون لقدام أكثر كيف مستوى تعليم التمريد في الأردن حسب تجربتك وأنت تجربت وشاركت في تطبيق أيضاً عملي في مستشفيات الأردن نسمع أنه مستشفيات الأردن على المستوى عالي نعم التعليم مغاد كثير عالي جداً يعني حتى النظري كله في اللغة الإنجليزية كل المادة بنخذها إلها نظر وإلها عملي بنعمل بشكل مكثف هناك يعني بنداوم صباحاً والعمل بكل مساء نعم سأكتفي في هذه المرحلة لهون وبعدها رح نحكي عن المشكلة اللي بتواجهها بدي أسأل المحامي شفاء أبو حسين أنت بتمثل طلاب أمام وزارة الصحة شو مشكلتهم؟ شو مشكلة هؤلاء الطلاب؟ وهم طلاب إما درسوا مثل باسل في الأردن أو حتى في دول أجنبية وفي مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحد اليوم كانت المشكلة أكثر كل واحد شخصي يعني هذا اللي مثلاً طالب ما عملش الكرس كذا هذا الطالب ما عطرفوا لهش بالكرس هذا لأنه أقل ساعات هاي لحد اليوم كانت المشكلة فبكت بسيطة يا برجعوا يعملوا الكرس أو أنه بعترفوا أو بنلقى أنه فعلاً كانوا عاملينه ومش متبهين دون سلطة كده شفاء كانت توصل عدد الحالات في كل سنة وسؤالي هل امتحان مزاولة المهنة للتمريد بيجري مرة واحدة في السنة؟ يجري مرة واحدة في السنة مثلاً إحنا هاي السنة بشهر تسعة من نص تسعة تقريباً أما فيه امتحان قبله كشرط عشان تعمل هذا الامتحان فيه امتحان اللي هو بيجي بشكل مكوفان اللي هو عن طريق الموجه في الكمبيوتر عندهم سبع نقاط اللي هو يعني جباري قبل ما يعمل الامتحان اعم شان تتقدم للامتحان لمزاولة المهنة يجب أن تمر بامتحان أولة عن طريق شبكة الانتردام مزبوط هسا ما كانش عادة فيه مشكلة من بداية الكورونا بعرف الشو اللي تغير الموظفة اللي تغيرت في وزارة الصحة أو لا لش هو الأمر بتعلق بشخص يعني؟ المسؤولة عن إعطاء الترخيصات والاستحقاقات هي موظفة وحدي اللي تغيرت كما يبدو لأنه احنا سمعنا من هاي الكل المرسلات مع واحدة معينة اللي بتعطي الرد سمعنا أنه مسؤولة عن الموضوع وفجأة بصير أن الأجوبة مبهمة أنه لا يعمل بكرتريوني لا يستوفي المعايير هذه الجملة موجودة لدي كثير نحن اليوم نقلنا انه في 182 طالب اللي احنا بنعرف حن 182 طالب ودرسوا بالأردن مثلا الأهلية في أربع طلاب اللي اللحكوا حالهم شهر أربعة وقدموا الوراك ومركوا الامتحان وعطوهم زكاوت وامتحنوا ونجحوا والباقي ما لاحقش هاي موعد قدموا ولا واحد أخذ استحقاق جمعات القرن اللي ضفة جنين نابلس بيرزيت المقاصد بيرزيت أنا عندي بس طالب واحد اللي أنا بعرف عنه أما واضح من المجموعة اللي هم بالواتس أب عملوا مجموعة اللي فيها عشرات طلاب والأجوبة اللي هو عميد بالكتراتيوني لا يستوفي المعايير باسل برجع لك شعورك كشخص درسه في جامعة لا يمكن أن تشكك في نزاهتها على مستوى عالي في المملكة الأردنية الهاشمية باللغة الإنجليزية أنت حاصل على أيضا بقروت قبل ذلك واجتز ولقب أول ولقب أول معترف في شعورك أنك مش قادر تتقدم للمتحان مشان تبدأ تشتغل وتثني وتجمع ثمار سنوات طويلة من التعليم شو شعورك؟ شعوري كثير منبهر عقد ما بقدر في الأيام هاي أني أحاول أخذ الزكء وتحصل على الاستحقاق طبعا هذا الشيء بحق لي كحق القانوني ما في شيء تحت القانون يعني أحنا مع القانون نفسه بالزبط أنت بتقولوا إحنا جاهزين لأي امتحان يقدمونا لأي امتحان بأي مستوى؟ يعني عالف أخوتي يقدمونا لأمتحان شهر 9 إذا في شيء ناقص بنجيبه معنا بين قرشايميف ولا شيء ناقص كل شيء طلبوا وزارة الصحة من قسم الطمر دي جبناه طيب توصلت المحامي يا شفاء أبو حسين تتحدث عن 182 طالب لا شك أنك بتعرف قسم لا بأس به منهم بعرف نسبة عالية من الأردن وبعرف نسبة عالية كمان من جينين توصلت مع أحدا منهم؟ توصلت معهم بس أكثر شيء توصلت مع طلاب بالأردن كلياتنا نفس الأجوبة كلياتنا نفس الأجوبة هذا بدل بس نعملهم وبحكي لهم أشياء الله سمحت الأجوبة كلياتنا نفس الأجوبة نفس الأجوبة هذا بدل أنهم لا يفحصوا الوراق أو بيعفصوا كل ملف وملف فكل طلاب حكيت مع المسؤولين عنك في الجامعة الأردنية توصلت معهم بلغتهم في اللي صار معك؟ أكيد إنه كل رفض أحليب نأخذ من وزارة الصحة بيجبرنا نعود على الجامعة ونعود على الأردن وأنا شخصيا عودت على الأردن عشان حصل كم ورقة أخذ معي سبوعين طبعا الجامعة رفعت إيدها لأن حكوا أن احنا كثفينا بما يكفي من الوراق فذلك يحكي لك تأخذوا ورق أكثر من هيك يعني اللقب نفسه معطرف استكفيته وزياده نعم المحامية شفاء أبو حسين وشو الحل لهذه المشكلة؟ هو إحنا أنا على فكرة وديت توجهات لكل مؤمن ممكن يسمع ضمنهم وزير الصحة المسؤولة عن التمريض في الدولة اللي أنا بحاجة لحدة لجنة حسب القانون على الفكرة فيه قانون اللي فيه بحك لأي طالب تعلم علوم طب أو مواضيع التمريض والمساعدة المواد التبية إنه يعملوا استئناف ومفروض يبكى لجنة خارجية مش بنفس الموظفي اللي تعطي الجواب اللي تبحث كل واحد تفحص شهاداته وتعليم والدرس وتقول شو ناقصه وإذا ناقصه تعطوهم فرصة يكملوها لأنه بأخرى مرة فيه إمكانية إنه يعني إنه هذا الرد إنه لا هو أخرى برضو هذا إشي بيعني فيه برضو التوابع طب كل اللي راحوا يتعلموا اليوم موجودين في الأردن طب إذا فيه قرار فعلا من هذا كله برحوش إذا أنتوا بتكم مثلا فيه مثلا أجوبة عن الطلاب اللي خلصوا في مثلا كلية المقاصد إنه الخطة التعليمية دلها فقيرة طب ما هي ما صارش شي جديد يعني لحد هسه كل سنين كانوا يمتحنوا الطلاب وينجحوا ليش يعني هسه صارت فيه مشكلة بالتخنيط أخرى إشي فيه هسه أفواج فيه ثلاث أفواج موجودة في التعليم في كل هذولة الجامعات والكليات طب إذا إنتوا شايفين إنه بدكم مش وإنه شايفين إنه المستوى تبقهم مش مفروض مش مستوفي أو إنهم ناقصهم دورات وإنكم بدكم من أولها مش راضين فيهم هسه احكوا تخلوش على كل فيه جيل يجديد يفوت وردو بدنا يقرار يقولوا وقفوا يقولوا شو مع هذول الناس اللي بتعلموا بدك يتغير بدك اشتقبلهم على كل اللي يتعلموا خلصوا على كل اللي اعطيغوا مجال يخلصوا بش إمكانين تجعلواها يعني المحامي باسل أبو سيام عفوا الممرد باسل أبو سيام إذا بسمعوك قيادات في المجتمع العربي أعضاء كنيسة وشخصيات أخرى وأنتم تطلبون تدخلهم شو بتقول لهم؟ طبعاً نحن نطالب أنا بيقول كأسمي كأسامي باقي الطلاب نطالب عضاء الكنيسة فرداً فرداً أنهم يقولوا هذو الموضوع أو كطرح هذو الموضوع المنبار على الكنيسة يعني أنك عضو الكنيسة تشيع إيميل لوزارة الصحة أو مسؤولة التمريض بيخذ 40 يوم طب في 40 يوم كله 40 يوم كله نفس الجواب كله نفس التخيام عشان هيك كله رفض عشان هيك بنطلب لو سمحتوا أعضاء الكنيسة أحد منهم يطلع على المنبار ويحكي الإشكالية المشكلة الأوسقات بكثير يستجوب وزير الصحة مثلاً يستجوب وزرط الصحة ووزير الصحة بشكل فوري المحامية شفاء أبو حسين أنا توصلت مع الدكتور أحمد طيبة عضو الكنيسة عن الحركة العربية التغيير القائم مشتركة كما فهمت منه أنه هو وزميله عضو الكنيسة تسامة السعدي تدخلوا في الموضوع ممكن أنت معك معلومات عن تدخل أعضاء الكنيسة هو أنا إحنا مش ننتقد أعضاء الكنيسة العرب وعن جد كلهم حاولوا واضح أنه بأخذوا أجوبة أنه بشككوا بنزاهة أو إشي عشان هيك ببعدوهم بس هو في الشي هنا يعني خليهم يجوا ما يبدأوش من البداية إحنا وصلنا مرحلة يكملوا من بعد ما وصلنا يعني أنا فهمت إنه الدكتور إحمد طيبة وعن جد إحنا مش منتقدين شو بعملوا عن جد أنا فاهمينهم بحاولوا على فكرة أنت وصلت معالي يوم ولكن كان لديه جلسة في إحدى اللجانب اللمنية واتفقنا أنه يوفينا بمعلومات إضافية في وقت اللاحق هو باستنى بجواب من شوشي جولد بيرك سيدك اللي هي مسؤولة عن التمريض في الدولة اللي إحنا إحنا خذنا جواب منها أنا بدي ما بعد ذلك يعني أنا إنه أخذ جواب هل يمكن هذا اعتبار دعوة مفتوحة لأعضاء الكنيسة العرب من إنهم يلتقوا بكم وبالطلاب بتحكي عن مئة واثنين وثمانين طالب هذول وراهم كل واحد عالي وقفنا في أخرى ثلاث أفوات جايات نعم على الأقل أنا أتحدث الآن عن مئات كل واحد وراه عالي اللي صرفت عليه يمكن عشرات ألاف الشواكل عليكم بأربع سنين في أورا في أين سنة بنستنى يعني ناخذ الزكاوت لنستحن الدولة السنة كاملة وانت بس كيف أنا يعني بسمعك كيف بتحكي على ما يبدو أنك واثق لو أنك تتقدم أن امتحان الدولة واثق من نجاحك أكيد لو مش واثق من حلك لما طلعت اليوم وحكت على البت المباشر كلمة أخيرة بتحب تقولها لجمهور المشاهدين لأي شخص ممكن أن يساعدكم في هذه المعضلة سأعطيك المجال وأنت بعد ذلك المحامية اتفنانا من عضاء الكنيست أولا أول نقطة أنه ما في وقت كيف عشان قدم امتحان الدول لشهر تسعة لسبعة ثمانية هو آخر موعة التشجير لامتحان سبعة نقاط هذا الامتحان سبعة نقاط الذي يقدمنا أن نعمل لامتحان الدولة الحكومية لفخوت أو على الأقل لو عضاء الكنيست تقدموا التسجيل لشهر تسعة نعم قصدك يبعدوا التسجيل تريد التسجيل لشان تستوفهم تأخذ الاستحقاق لنصرينا سنة كاملة بنلحق وراء شوشي عشان تعطينا الاستحقاق المحامية شفاء أبو حسين هل ممكن أن تصل هذه القضية إلى أروقات المحاكم نحن نحاول حاليا نعمل كل الإمكانيات الموجودة تستنفذ كل الإمكانيات بالضبط عشان هيك المرحلة الجاية للأسف الشبير سأخذها هي الاعترام انهاليت رغم أنه ليس أكيد يبقى فيها لأنها ليس أكيد هي شفتها يعني ليس أكيد اللي ممكن القضاء فيها القضاء فيها عشان هيك نحن متخوفين أما كم يبدو في الشيء عندنا بعيدها ما إشي نخسره واضح أنه بالآخر هاي آخر المطارب نعمل أن تصل القضية يعني إلى حل قريبا على أساس أنهم الطلاب أيضا يقدروا يلحقوا يراجعوا المادة قبل الامتحان